عشان هو مدرب قدير فالراجل كل ثانية وكل حركة بحساب وبيفكر بيفكر في مستقبل الاهلي مستقبل فريق الكرة في الاهلي بعد ثلاث مباريات في الدولة بعد المباراتين في البطولة الافريقية بعد المبارات السوبر بدأ يقول اللي جاي ايه تعال بقى اقولك خطة مرس الكرة لمستقبل فريق الكرة في النادي الاهلي تفصيلا يلا بنا السويس مرس الكرة لمدير الفني لنادي الاهلي عقد جلسة مع ادارة الكرة بالقلع الحمراء في الساعات الماضية لمناقشة العديد من الامور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة ووضع سيناريو ملف الصفقات الشتوية واللعابين الرحلين عن الفريق في ينادي الاهلي وجاءت ابرز المناقشات كالتالي تركز معي عشان في حاجة مهمة اوي اول حاجة دي مهمة اوي اوي المدرب السويسري طلب التعاقد مع ثلاث لعابين خلال امريكاته الشتوية المقبل في مراكز الجناح والمهاجم الصريح والزهير ايصر طلب ايه جناح ومهاجم وزهير ايصر وبالنسبة لمركز الجناح حدد بالاسم حدد بالاسم احمد رفعت لاعب يوتشر المعار لنادي الجزيرة الاماراتي كما طلب ان يكون المهاجم لاعبا افريقيا وليس محليا لاعبا افريقيا او اجنبيا يا عشان الاهلي كمان بدأ يروح لحتة بتاعت امريكا اللاتيناية ثانيا خلال الجلسة لم يرفض مارس الكولر فكرة تجديد عجضاي السنائي حسين الشحات ورامي ربيعة اللزان ينتهي عجضايهما مع النادي بنهاية الموسم الجاري والقى الكرة في ملعب لجنة التخطيط حيث اوكل لها هذا الملف وان كان اكد على ان فكرة حصول الشحات تحديدا على فرصة معه في الفترة الحالية سيكون امرا صعبا يعني ايه دايت يعني ايه بس عشان اشرحها لحضراتكم يعني انا احسين الشحات ورامي ربيعة لو معايا مش هتدايق بس لو عايزين تبعوهم او تعروهم برضو مش هبقى متدايق من الاخر يعني الكسة عندكم انتوا بقى كإدارة كورة كإدارة نادي عايزيني لعيبة دي تكمل وانا كيكا ممكن ما اكمل يعني انا مستقبلي معرفوش دا اللاعب وده دا المدرب اللي بيتكلم بشكل محترم اللاعب دا ملكية النادي مش ملكية المدرب فحراكة نادي لو عايزين تبقوا على رامي ربيعة واحسين الشحات اهلا وسهلا وممكن استخدامهم في ظروف لو عايزين تبعوهم او تعروهم مش هبقى متدايق اتفضلوا اتفضلوا بس يبدو كده ان هو الرجل مش هيعتمد على الاتنين الفترة القادمة اشهد المدرب السويسر بالاتزام الذي اظهره محمود عبد المنعم كهرباء في الفترة الاخيرة واكد انه ينفذ تعليماته في المران بشكل جيد ومجهود واضح للجميع وانه كان سيمنح اللاعب فرصة المشاركة في المباراة لو كان متاحا معه في الوقت الحالي هو معجب جدا بكهرباء في التدريبات معجب بي جدا اشهد ايضا مارس الكولب باللاعب الشاب عمار حمدي واكد انه يبزل مجهودا كبيرا في التدريبات واسرار واضح على العودة بعد التعافي من الاسابة بالقطع في الرباط الصديبي مشيرا الى ان رغبة اللاعب وتصميمه على التقلق يعجبه كثيرا وهو ما قد يساعده في الحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة هيفيد الاهل جدا عمار حمدي لو لاهل جدا في وسط الملعب نفى مارس الكرة خلال الجلسة مع عدارة الكرة بالنادي الاهلي ان يكون قد طلب رحيل السنائي محمد محمود وزياد طاري واكد انه في الوقت الحالي لا يحتاج لخدمتهما لكنه لا يريد رحيلهما نهائيا وانما يمكن اعارتهما في يناير المقبل للحكم عليهم وان هذه الاعارة ستكون مفيدة لهم من الناحية الفنية يعني هو مش عايز يبيع الاتنين محمد محمود وزياد طاري بس موافع على اعارته اكد مارس الكرة انه سيعيد التفكير مرة اخرى بشأن ترتيب المهاجمين في الفريق حيث يرى بان مستوى البعض في التطريبات مختلف تماما عما يراه في المباريات لذلك سيعيد التقييم والترتيب مرة اخرى قال كولر خلال الجلسة انه متفهم بعض الانتقادات التي وصلت على مشاركة برونو سافيو كصانع العاب وان مرضوده ليس وان مرضوده مش جايد في هذا المركز وقال انه ما عندوش اي مانع ان اللاعب يلعب في مركز الجناح وانه هيدفع به في هذا المركز خلال الفترة المقبلة اذا ما اجاد افشى في مركز صانع الالعاب مش ادد على انه لديه مرونة اكتكية مع كافة اللاعب يتعرفين برونو سافيو كتش بيلعب في فريق صانع العاب بس المارس الكرة بيعتمد عليه صانع العاب برونو سافيو بيلعب كجناح او مهاجم ثاني والفترة اللي جاية غالبا هيشتغل معاه كجناح سامنا طلب مارس الكرة من جهازه المعاون امرين الاول عبارة عن تقارير متعلقة بعدها الفريق خلال الست مباريات الماضية وتدوين السلبيات قبل الايجابيات من اجل تصحيحها والتعلم منها والامر الثاني هو كتاب التقارير عن منافس الالف السلاس مباريات المقبلة بعد فترة التوقف الحالية تاسعا تم عرض لعب افريقيا تحت السن على كرة خلال الجلسة لكنه رفض تحديد موقفه منه في الوقت الحالي وطلب الانتظار اللي حينها مشاهدته بشكل كامل والحكم عليه منظم 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 وكل تفصيل عرفها مارس الكرة بيشتغل بيشتغل بضمير بيشتغل بضمير في مدربين اجانب تانيين بيجوا في الاجازات اللي زي دي عايزين يعودوا اجازة اكتر منها شويتين ما بيدربوش الفرقة كويس ما بيلتزموش بالتدريبات ما بيركزوش على اللعيبة اللي برة ما بيركزوش على اللعيبة اللي جوة الراجل ده كل تفصيلة بيشتغل عليها عشان كذا مقتلك وارد جدا انه ينجح مع النادي الاهلي في الفترة المقبلة طيب اشتغل